من أكثر الحاجات المشهورة على السوشال ميديا هي طبعا الجروبس جروبس الشغل، جروب الماميز أو جروب الشلة والمدرسة وكمان الجامعة ولكن يا طرق كم حد فينا فكر أنه هو يستغل الجروبس دي في أنه يعمل بها عمل خير مستمر عمل يفيد ناس كتير ويكون لي دور مهم في الخدمة المجتمعية طفتنا النهاردة قررت أنها تعمل ده عن طريق طبعا جروب خريجي المدرسة اللي كانت فيها ومنورانا في الستوديو أن نعرضها المهندسة دعاء طاهر مؤسسة جروب خريجي مدارس الرهبات والرهبان أهلا بك أهلا بحضرتك أهلا بك أول حاجة عايزين نتعرف عليك أكتر ونعرف إيه هو فكرة الجروب بتاعك أنا دعاء طاهر مهندسة ديكور وبشتغل في أحد الجهات الحكومية في اسكندرية وخريجة أحد مدارس الرهبات هي فرانسيسكين الإبراهامية والفكرة الحقيقة كانت من 2017 أن نضم كل خريجي مدارس ديكور ولاد وبنات رهبات ورهبان في تجمع واحد والتجمع ده من خلاله أن نحن نقدر نخدم المجتمع ونعمل بقى أكتيبيتي ثقافية وتبادل طلابي وشغل مع المؤسسات المشهورة والإنترناشنال زي الأمم المتحدة وزي اليونسكو طيب إذا خلاك من الأول خلص تفقري أن أنت تعملي الجوب ده الحقيقة هو خريجي مدارس الرهبات والرهبان بشكل عام بيبقى ليهم شخصية يعني بيتعلموها في المدارس دي المدرسة اللغة مش ده الأساس لأن المدارس دي في منها اللغة الأولى فيها فرانساوي وفي منها إنجليش وفيه ألماني وفيه عربي عادي جدا إنما هي تربية الرهبات هو ده الغرض من التجمع لأن التربية دي أولا المدارس دي أقدم مدرسة دخل على 200 سنة فالمدارس دي المفروض أن هي ماشي على خط واحد من يوم تأسسها وهو خدمة الإنسان خدمة الإنسانية تقبل الآخر واحترامه فيحنا التام ده هوت أو الشكل ده اللي احنا تعلمناه في المدارس دي من خلال التجمع ده هوت احنا كنا عايزين ننشر اللي تعلمناه في المدرسة فعشان كده هوت كان جات الفكرة إن كلنا نفس التربية طيب إيه نوع الأعمال اللي أنتو بتقوموا بيها على الجروب ده هو ابتدى جروب كان في 2017 وبعدين بعد ثلاث سنين في 2020 أصبح مؤسسة مؤسسة خيرية غير هدفة للربح بتتبع وزارة التضامن الاجتماعي فشغل كمؤسسة إحنا بنعمل كل شغل المؤسسة يعني أي مؤسسة لها أعمال خيرية ده نفس اللي احنا بنعمله بنليها طبعا جانب اجتماعي خدمة مجتمع توصيل مياه شرب في الصعيد يعني احنا اخترنا الصعيد بالذات عشان نوصل فيه مياه شرب طبعا الإطعام طول السنة بنشتغل مع المفوضية السامية لأمم المتحدة فبنعمل دعم للاجئين اللي موجودين في مصر في جانب بقى احنا مختصين به أكتر وهو التوعية التوعية هم حاجة بالزبط يعني هو ده اللي بيميزنا أو يعني بنختص فيه أكتر اللي هو التوعية انت ازاي تعود الطفل من وهو صغير انه هو يتقبل ويحترم الآخرين وطبعا فيه جانب آخر من التوعية ضد العنف ضد المرأة والختان وجواز القاصرات فده احنا بنهتم به أكتر يعني في معادة ذلك طبعا الجوانب الأخرى من اللي بتمارسها أي مؤسسة خيرية موجودة وفيه طبعا جانب ثقافي مهم جدا في المؤسسة طيب الجروب ابتدى بكم ووصل ذا كام؟ هو ابتدى بـ 80 80 فرد ودول كانوا الأصدقاء الشخصيين لي على صفحتي وفي خلال 24 ساعة وصل 6000-7000 والعدد كان بيتزايد بشكل كبير جدا هو دلوقتي 28 ألف وإحنا محددين قوي القبول يعني بنشدد قوي في القبول هو الجروب المغلق ده اللي هو عليه 28 ألف ولازم كلهم يكونوا من الخرجين المدارس دي أو يعني يكونوا في سنوي مرحلة سنوي ده الجروب المغلق اللي هو تأسس في 29 نوفمبر 2017 وطبعا فيه الرهيبات اللي درسوا لنا واللي علمونا وكذا لكن الصفحة المفتوحة دي احنا عملناها بعد كده علشان لما بقت مؤسسة طبعا علشان الناس تبتدي تشوف الشغل بتاعنا واللي احنا عملناها كل العالم بقى واللي عايز بقى انه هو يساهم في الأعمال الخيرية اللي عاوز ينضم للأعمال الثقافية يعني انتم معيكم ناس من بلد مختلفة ده في الجروب المفتوح ولا كمان المغلق رهم انه يكون خارج رهيبات عندنا من لبنان وعندنا من كندا ومن فرنسا وطبعا من الدولة العربية فيه اللي هما تخرجوا برضو من مدارس رهيبات طيب هو فكرة الجروب عما تم دايما بكون صعبة ازاي تم التواصل مع الناس دي هو انشئ في اسكندرية ففي اسكندرية في المجتمع ده مترابط جدا مجتمع خريج المدارس دي لان اسكندرية فيها اكبر عدد من مدارس الرهيبات بزا احنا عندنا في اسكندرية تقريبا 22 مدرسة ما بين ابتدائي وعدادي وسنوي فطول ما احنا في المدرسة 14 سنة فيه نوع من التعاون المشترك يعني الامانة العامة للمدارس دي بتعمل دايما انشطة فانا خارجة مدرسة فرانسس كان الابرهامية اعرف اللي في نفس السني خارج مدرسة مثلا مردو ديو او نوتر دام او اللي كانوا في سان مارك من الولاد فاحنا كلنا نعرف بعض ممكن ودايما الاسر اللي هي بتدخل لولادها المدرسة دي لما بيكبروا وبيتجوزوا بيحرصوا انهم يدخلوا برضو ولادهم المدرسة دي فحتلاقي العيلة الاب والام جيل ورد جيل المدارس وولادهم واحفادهم فده العمل سهل اكتر ان احنا اه يعني هتلاقي واحد انت اخوك كان مع ابن خالي في المدرسة وانا اختي كانت مع بنت اختي وهكذا فده اللي سهل اكتر الموضوع طب ازاي تحول من جروب ممكن يكون بيجمع صحاب وجروب الزكريات لخدمة مجتمعية هو على السوشيل ميديا وهو ده اللي فرق يعني على السوشيل ميديا فيه جروبات كتيرة جدا طبعا يعني لها تقريبا صفة مشتركة يعني لكن ما بتوصلش ان هي يعني مجرد بقى ان احنا يبقوا بيجروب وبنقض نتكلموا وننزل حاجات فبالتالي بعد سنة بالكتير او يبقوا ستلاقي الجروب وقعها لانهم مفيش حاجة بتتعمل خلاص يعني اتقال الكلام مرة واثنين وثلاثة وبقى بعد كده مجرد بقى بسطة صح ما فيهاش اي حاجة لكن لانه سهل ان الانسان يعمل جروب بس ان الجروب يستمر بس بيحتاج وقت ومجهود وافكار يعني بيبقى صعب بزبط فهي الفكرة او الهدف يعني كان ان هو ينشأ التجمع نجمع الناس وبعدين بعد كده بقى نبتدي ان احنا نتوجه لأهداف نبيلة زي ما بيقولوا طبعا وده الهدف الحقيقي من السوشيل ميديا يعني ما يعني شيء مؤسف جدا ان يبقى السوشيل ميديا احنا بناخد منها بس الاشياء السيئة صح لكن هي لو قدرنا ان احنا نوظفها صح زي ما حصل وده مثال الكروب دهوت مثال ان هو جمع عدد كبير جدا وتوظف العدد دهوت ان هو بقى بيختم المجتمع المصري نمرة واحد ونمرة اتنين بقى ضيوفنا اللي بيجوا لاجئين عندنا ده غير طبعا ان واحد ثقافية واكتشاف المواهب وحنا عملنا فيلم المؤسسة انتجت فيلم قدمه بيكون افلام زي تسجدية قصيرة افلام قصيرة اه فيلم قصير كان فكرة واخراج طالب في سنوية عامة في احد المدارس ديات مدرسة سنمارك يسمه ادم علاء الدين وهو الحقيقة يعني مبدع على صغر سنه انما هو له اكتر من تجربة ولما عرض على المؤسسة الفيلم احنا وفقنا وانتج الفيلم وكل الممثلين فيه برضو خارجي او طلب في المدارس دي والحقيقة الفيلم اترشح لمهرجان ميلانو واترشح لمهرجان الهند طب الفيلم قصته عن ايه يعني حتى راح انت صغير الفيلم بيتكلم على المرأة وبتلخيش شديد على حرية المرأة وانك انت اي مجتمع حيخنق قوي الست حيقدي القفل عليها ديات او الانغلاق حيقدي في الاخر الى كارثة فهو احترام المرأة ده الهدف الاساسي وانك انت تتعملها ككائن انسان مش مجرد جسد ده بطلخيش شديد جدا الفكرة لا بجد جود لك يعني فكرته حلوة جدا كمان طيب بين ان حضرتك مهندسة جيد في اسرة ازاي بتلحقي على الجروب والاعمال الخارج دي نصيحة ان اختفى منك كده لكل الستات يعني والله هو انا عندي بنت واحدة بنا خليل مرسي حضرتك هي فولة جامعة وخلاص برضو هي خليجة برضو المدارس دي وزي ما قلت حياتك يعني المدرسة دي بتنشئ شخصية بني ادم يعني بيطلع البنت او الولد من سنوية عامة بيبقى خلاص قادر انها يعتمد على نفسه انا شغلي بيبقى الصبح بخلص شغلي الصبح الجزء بتاع بعد الظهر ده هوت بيبقى مخصص ما بين البيت وما بين المؤسسة فبقدر الامكان الواحد بيقدر ده غير طبعا اني انا يعني مش بشتغل لوحتي يعني بعد طبعا ما بقيت مؤسسة طبعا فيه يعني كاست كبير جدا فيه مجلس امناء وفيه مستشارين وفيه رؤساء اللجان وفيه متطوعين في اللجان فطبعا كم مهول من الاصدقاء والزملاء اللي بيشتغلوا طبعا هم دول اللي بيشيلوا معايا بشكل كبير جدا فطبعا ليهم كل الشكر لان لهو الشخص الواحده مش قادر يعمل حاجة طبعا كل دول طبعا يعني بيهم الواحد قدر يكمل احنا سمعنا انه كمان فيه مشاهير على الجروب اه طبعا هتغششينا وتقول لنا مين المشاهير لو هنتكلم على السياسة فاحنا عندنا السفيرة السابقة نبيلة مكرم اللي هي كانت وزيرة الشؤون الخارجية وفننا سيمون دول موجودين على الجروب فيه بلوجر معروفة جدا اسمها كينزي مدبولي مفوضة ان هي برضو موجودة على الجروب وفيه بقى طبعا دكاترة وصفرة وعمدة ورؤساء اندية يعني رئيس مجلس ادارة نادي سبورتينج رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد كل دول الخارجي مدارس سامارك موجودين في الجروب في الجروب وطبعا بقى فيه مشاهير خريجي المدارس دي اصلا طبعا هم توفهم الله يعني ربنا يرحمهم يفر احنا كمان سامعنا ان انتو عملتوا فرقة موسيقية للغناء الشارعي ممكن تكلمين عنها شوي الجانب الثقافي في المؤسسة بيهتم جدا بالمواهب الشابة من العصف والغنى والتمثيل والاخراء الاخراء الغايبة حضرتك ذكرنا موضوع الفيلم فيلم القصاري طبعا فاحنا بنعمل موسابقة كل سنة وعن طريقها بناخد المميزين جدا في العصف وفي الغنى فاحنا عندنا فرقة دلوقتي تكونت على مدار خمس سنين حوالي اتنين وعشرين عازف وعازفة ومطرب ومطربة وبيقدموا الحقيقة هما ليهم خلاص ستايل بتاعهم دلوقتي اللي هو اللي هون الشارعي الاصيل وبساعات بيدخل فيه جزء غربي مع الشارعي قدموا الحقيقة اخر حفلة كانت تقدمت السنة اللي فاتت كانت في ساقية الصول واتعمت حفلة لصالح غزة السنة اللي فاتت برضو في اسكندرية وتقدم طبعا عروض على مكتب اسكندرية وعلى الأوبرا مسرحة الأوبرا سيد درويش في اسكندرية طيب ايه نصيحك لو حد عنده جروب وعايز يعمل فيه او يقوم بخدمة مجتمعية فيه والله النصيحة اللي انا قدر اقدمها لأي حد انه هو يعني عمل جروب يبتدي بقى انه هو من خلال هذا التجمع يبتدي يعمل شغل على الارض يعني يعمل تجمعات والتجمعات دي من خلالها انه هو يقسم شغله للجان والليجان دي تبقى كل لجنة مهتمة بحاجة معينة ويبقى فيه كروه او يبقى فيه كاست كبير جدا بيشتغلوا معا لانه ويحدد اتجاهه او هدفه ما يبقاش الموضوع مجرد جروب على السوشال ميديا وخلاص والصبر اه طبعا ده اساسي لان فعلا فيه ناس كتير جدا بيكون عندهم جروبس وافكار هيلة انه هما يقدروا يساعدوا بيها غيرهم وبعدين تحسي انه هما بيهبطوا من فكرة انه هو بيزهق او انه هو بيحس انه محدث سامعه او انه هو بيحس انه هو مش قادر على انه هو يزبر ان الموضوع يكبر واحدة واحدة بقى بالزبط لانه كمان الشخصية المصرية عموما بشكل عام بتتحمس جدا في الاول وبعدين مع مرور الوقت بيبتدي الحماس ده هو يختفي صح فلازم طول الوقت بتقدمي جديد وطول الوقت بتشدي الناس حتى لو انتدوا انه هما يناموا لأ انت طول الوقت لازم يكون عندك افكار جديدة تقدميها وتشديهم دايما للتجمع ده مهندسة دعا اقتار بشكر حضرتك جدا على وجودك معي النهاردة انا شكرا جدا لحضرتك برسي الشرف ليس شكرا وبكده تكون خلصة حلقاتنا النهاردة ونشوفكم في نفس المعيدة الاسبوع جاي باي باي